جهاز فيشر F5 للكشف عن المعادن مع جهاز مقاوم للماء مقاس 10 بوصات هو أداة عالية الأداء ومتعددة الاستخدامات للكشف عن المعادن مصممة لكل من الباحثين عن الكنوز المبتدئين وذوي الخبرة يجمع هذا الكاشف الأفضل بين التكنولوجيا المتقدمة والمتانة القوية لتوفير نتائج موثوقة ودقيقة في بيئات مختلفة يتميز كاشف المعادن F5 بتصميم أنيق ومريح يضمن التعامل المريح أثناء جلسات الكشف الطويلة يسمح هيكلها الخفيف الوزن ومسند الذراع والمقبض القابلان للتعديل بسهولة المناورة وتقليل التعب وتعزيز تجربة المستخدم مزود بملف بحث مقاوم للماء مقاس 10 بوصات هذا الكاشف مثالي للصيد في الظروف الرقبة مثل الشواطئ أو ضفاف الأنهار أو حتى تحت الماء حتى عمق معين يتيح لك الملف المقاوم للماء غمر الكاشف في الماء دون القلق بشأن إطلافه المكونات مما يزيد من إمكانيات البحث عن الكنز بفضل إمكانات تحديد الهدف المتقدمة يمكن لجهاز F5 Metal Detector التمييز بدقة بين أنواع مختلفة من المعادن بما في ذلك المعادن الحديدية وغير الحديدية تساعدك ميزة التمييز هذه على توفير الوقت والتركيز على الأهداف القيمة مع تقليل الإشارات الخاطئة من الأشياء غير المرغوب فيها مثل الأظافر أو أغطية الزجاجات يوفر F5 Metal Detector مجموعة واسعة من الإعدادات القابلة للتعديل مما يسمح لك بتخصيص تجربة الكشف الخاصة بك وفقا لتفضيلاتك وظروف الصيد المحددة يحتوي على مستويات حساسية متعددة وتمييز قابل للتعديل وشاشة مرئية سهلة القراءة توفر معلومات قيمة مثل عمق الهدف وحالة البطارية بفضل قدرات الكشف القوية والدقيقة يعد جهاز F5 للكشف عن المعادن مثاليا للعديد من تطبيقات البحث عن الكنوز بما في ذلك تصوير العملات المعدنية وصيد الآثار واستعادة المجوهرات والتنقيب عن المعادن الثمينة سواء كنت مبتدئا أو باحثا متمرسا فإن هذا الكاشف الموثوق به وسهل الاستخدام سيعزز مغامراتك في الكشف عن المعادن ويزيد من فلصك في العثور على الكنوز المخفية آلة مجهزة تجهيزا جيدا يتضمن العرض على فشر F5 قراءات رقمية لتعريف الهدف تتراوح من صفر إلى تسعة وتسعون يتم تضمين تعديل تغيير التردد سيسمح لك ذلك بالصيد بالقرب من خطوط الطاقة العالية أو غيرهم من الباحثين عن الكنوز الذين لديهم نفس النموذج تتضمن هذه الوحدة كلا من تحديد الهدف الصوتي والمرئي يساعدك الرسم البياني لشريط الثقة في تحديد الهدف على فرز أهدافك بدقة أكبر يعد التحكم في الشق بلمسة واحدة والتحكم الدقيق قياسيا في هذا الطراز يمكنك حتى ضبط درجة الصوت على F5 مثال لمن يعانون من ضعف السمع عند ترددات معينة يتيح لك هذا النموذج ضبط حد الصوت يدويا لأسلوبك الشخصي في البحث عن الكنوز أخيرا يتضمن هذا النموذج قراءة مستمرة لمرحلة تمعدن الأرض تردد 7.8 كيلوهرتز جيد لتصوير العملات المعدنية وصيد الآثار والتنقيب عن الذهب بشكل غير رسمي تحويل التردد للقضاء على التداخل الكهربائي والتداخلات تمييز متقدم للحركة قائم على البرامج مع شق للبحث في المناطق المهملة وضع الضبط التلقائي لجميع المعادن للبحث العميق في المناطق الخالية من القمامة معرف الهدف المرئي حسب الفئة وإشارة صفر إلى تسعة وتسعون كل من أوضاع التمييز والضبط التلقائي الرسم البياني لشريط الثقة لمعرف الهدف موازنة أرضية يدوية عالية الدقة مع قراءة أرضية مستمرة يصل نطاق توازن الأرض إلى الملح العرض المستمر لتركيز المعادن الأرضية والمرحلة تحديد ثابت بضغطة زر مع درجة صوت متغيرة وقراءة عمق بصري توفل مقابد الكسب والعتبة المستقلة تحكما كاملا في الحساسية ملف بحث بيضاوي المركز مفتوح المركز مقاس عشر بصات تدوم بطاريتان قلويتان بقوة تسعة فولد حوالي أربعون ساعة وشملت عناصر المصنع القياسية ضمان خمس سنوات ودليل تعليمات مفصل إذن هذا ما لدينا بخصوص هذا الموضوع نشكركم على حسن المتابعة ولا اللقاء